يا أهلا الطائب يا أهلي يا أهلا الواجب وقم بالك نحن سيارة أحمد بصفر أحمد أحمد أنا سعيد يومها أني أستلم التكريم والهداء لك نيابة عنك وعدم حضورك ونحن فخورون آل بصفر بهذا التكريم لك وأنت رائد من رواد الرياضة في مملكتنا الغالية وفي الطائب بشكل خاص ومن ثم في الأهل الله يعطيك العافية ويبارك فيك ويطول في عمرك ايش تقول يا أحمد؟ أقول جزاك الله خير وزيارتك هذه ليست غريبة وليس إلى أولى ولا إلى خيرة تعوذنا ملك دائما أنك أنت الرجل المتابع لكل ما يحدث من جميع ما يخص الأسرة البصفر والأطحان وهذا سيعتبره يسجل التاريخ لك هذا يعتبر إنجاز في عملك وإنجاز في نفس الوقت كل ما تقوم به ونحن تعودنا منك دائما أنك أنه نصى الله الرجل المتابع والصحفي الذي دائما تتابع وتسأل وتتصل وليس بفريب عليك تعلمناها منكم يا أحمد أنتم كبارة تعلمنا المصال والصلة كنت أتذكر تجي تزور عم حسين والزور الوالد والزور من جبرة يعني تعلمناها منكم وإحنا ماشي نفس الوقت وإذا ننقو هذه التربية نكون قدوة لأقلاءنا كمان في السير على هذا النحش الذي تربينا عليه هو شوف التواصل موجود ولكن ليس عن قرب لو سيكون اتصال أو بالطرق الحديثة الحديثة لكن ليس هناك بعض تجد أنه حتى في عندنا نحن جالة البصفر الذي يسمى الجلال والجموعة في مناسبات حدثة سنويا تجد فيها الحمد لله الاجتماع هذا والتقارب والأسري والأسرة البصفر أسرة كبيرة لها تاريخها تاريخها في المملكة وتاريخها بالذات في أسر أهالي الطائل يعني تجد كثير 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 من الأسرة البصفر لكنهم الآن محكم الأبناء والشباب اللهم اللهم في وظائفهم العسكرية والمدني وهم وكلهم نفتقر ونسأل الله أن تفضل الجميع وأسرة البصفر أخرى كبيرة ورحة تقليل وتهرين واحترامه الحمد لله هذا الشميع وكثير كثير منهم وعلى رأسهم الله أجل الأخير ويطول بعمرها اللهم عمر بصفر والعميد محمد رائد من أبنائنا وأبنائكم كثير من أبنائكم والرجال واللي في المناصب والإدارات الأخرى ومنسأل الله التوفيق للجميع كنتم في ختمة وطنه لا يوجد أبنائكم لا يوجد أبنائكم وبيعة البليكة وعهد وعلى رائب علينا ونحمد الله على ذلك ونسأل الله ونعذيب علينا هذا الحرم هذا طبعا كتاب الملتقى نسوينه وحطين نجوم نسوين اللي تكرموا نفس بصمة الملتقى من نفس اليوم التكرير نسوين بصمة رياضي وحطين المكرمين طبعا لم يميزوا بين أهلاوي واتحادي كلنا كلنا واحد الله خير شكرا والله يسأل وأنت دائما ماشالله ماهل superintendent والله RIGHT شكرا ماقبر